بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم وتقدم لنا مصه هذا الحديث أخرجه الشيخان ورواه عبد الله بن عمر بن العاص في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أي الإسلام خير قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إذن الحلقة يا ثانية أنسيور إفشاء السلام انطلاقا من المقطع الثاني من الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فأولا ما السلام السلام أميقان السلام السلام في الأصل من اللغة هي السلامة معناها خمس قد السلام عليكم معناها تشدس الأمن والسلامة والطمأنينة ومن هذا الاسم قيل للجنة دار السلام فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لهم دار السلام عند ربهم صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه الدار يوم القيمة لماذا سميت الجنة لدار السلام؟ لأنها دار السلامة من الأفت الجنة وذي استعيش بنام بتمارة وذي استيبو الصعوبات وذي استيبو الهموم وذي استيبو الأحزن دائما الإنسان يتنعم في هذه الجنة وإفشأ السلام من فوائده أنه سبب لجذب القلوب والمحبة يعني الإنسان باش تيرد غاس محبوب أشيح برنتا خميذ غاس قاد السلام عليكم أخاش تذيار تنذ المحبة غيجن التبادل للمحبة بل الرسول صلى الله عليه وسلم يخشغج القيمة تمقرنت السلام ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مسجده النبو الشارف دخل صحابيون فقال السلام عليكم يسدج صحابيون غير رسول صلى الله عليه وسلم إن السلام عليكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص عشرة يسدج نغنيت إن السلام عليكم ورحمة الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم عشرون يسدج نغنيت إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثون الصحابيون في منشاء من يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرة وعشرين وثلاثين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما نتل معنا الرموزين عشر عشرين ثلاثين إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإني غينين السلام عليكم يوي عشر الحسنة وإني غينين السلام عليكم ورحمة الله يوي عشرين حسنة وإني غينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوي ثلاثين حسنة بمعنى أن كل حسنة بعشر أمثالها كما ورد في القرآن الكريم وكما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك السلام السلام هو حق من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان يعني السلام يجيث ديننا حق واجب على المسلمين هو أخيه المسلم واجب الإنسان المسلم أذيني السلام عليكم إيوماس أمسر حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر من هذه الست ذكر إذا لقيته فسلم عليه وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه إذن هذا حق من حقوق الإنسان المسلم على أخيه المسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه وفي رواية أخرى حق المسلمين على المسلمين خمس ردوا سلم إذن القرآن الكريم يقرن الرد كذلك يتري واجب للإنسان ليس غير السلام عليكم وخسر السلام عليكم بأحسن كما ورد في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم إجادة على أن الإنسان ويتثبوا الجنة حتى ذي سير الإيمان يكمر الإيمان ما شمعنه هو ذي يسمو الإيمان وإنما هو ذي سبو الإيمان يكمر يعني الإيمان ينقص إذن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا إذن باشا ذي كيري الإيمان إخسا ذي كيري المحبة جارش ذي يثماش إمسرمن إذن باشا تيري المحبة يثنا يقارى الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أذوم سشنجن حاشث مارثنين تث بعضكم يحبوا البعض الآخر أتيري المحبة بينتكم أتيري الثقة أنيري ذي الإخوان أنعيش ممشي خسر بالعالمين سبحانه وتعالى أنيري ذي المؤمنين إخوة كما قال بنا عز وجل في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة يقول شاعر بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان ليين بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان ليين المحبة يغي يكسف نذن قوات تيري شيء دائما صل إطعام شان حوجنا نغنيت لا بد الإنسان ذي سيري الخصال الحميدة من الخصال الحميدة الأخلاق الحسنة من هذه الأخلاق الحسنة الإنسان خمير غد ترقيد أغمو بنشيخ ستفاحه وتعب شاديس لإن الإنسان خمير عابوس إذن فان زيس ثم إنت إتيري وليش مقبول غير ولذلك يجن حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمير ثم مرقضوا ما شمسرم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دي الحديث النس تبسم في وجه المسلم صدقة يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة أقول قولي هذا واصفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين موسيقى